ابقى بعيداً عن التدخين عن طريق طلب المساعدة كم هو مذهل ولهذا قمت بذلك أقلعت عن التدخين من أجلك أنا سعيد جداً ويندي وستيفان أباء فخورين برضيعتهم سنة فهما يرغبان في الرعاية الجيدة بابنتهما يعتبر الاهتمام والحب والشرب والنوم مهماً لسنة وهما أم وأب لا يدخنان وهذا يسمح لسنة بالنمو بصحة جيدة لدى ويندي وستيفان العديد من الأسئلة كيف يمكننا البقاء بعيدين عن التدخين في الأوقات الصعبة؟ على سبيل المثال عندما نكون متوترين أو نواجه مشاكل وكيف وماذا يمكننا أن نفعل لضمان أن لا يدخن أحداً بالقرب من سنة؟ يعتني ستيفان ويندي جيداً بسنة إنه شعور طيب أن تكون أماً وأباً هذا شيء جديد لأنه حادث الكثير من التغييرات تنام سنة كثيراً وتستيقظ أيضاً كثيراً خلال اليوم وخلال الليل للشرب أو من أجل حفاظة جديدة غالباً ما يحظن ستيفان ويندي سنة عندما تبكي سنة لا تتوقف دائماً عن ذلك لا ينام ستيفان ويندي كما كان في السابق في بعض الأحيان يشعر بالتعب والتوتر بسبب الليالي القصيرة أصبحت ويندي متوترة ومتعبة أكثر في أغلب الأحيان فهي تود أن تتوتر أقل وأن تعتني أحسن بنفسها تظن ويندي بأنه على الأم الطيبة أن تعتني بنفسها بطريقة جيدة ولهذا تتأكد من أنها تأكل وترتاح جيداً بينما تنام سنة تستلقي هي كذلك هذا يقلل من التوتر ويسمح لها بالنجاح في عدم التدخين يرغب ستيفان ويندي أن تنمو سنة بصحة جيدة فهما يرغبان أن يكون قدوة حسنة لها ولهذا فهما لا يدخنان إنه أمر جيد من أجل صحة سنة ومن أجل صحتهما يرغب ستيفان ويندي أيضاً أن يكون منزلهما خال من التدخين هذا يعني أن سنة لن تستنشق النيكوتين أو القطران هناك مواد في استجارة لا يمكنك أن تراها ولكن يمكنها أن تؤذي صحتك يمكن لهذه المواد أن تسبب لسنة في السعال أو في التهاب في الرئة يمكن أن تمرض مرضاً شديداً أو حتى الموت ولهذا لا يرغب ستيفان ويندي أن تستنشق سنة أي من المواد الضارة يرغبان في البقاء بعيداً عن التدخين إلى الأبد ويرغبان بأن لا يدخن أحداً بالقرب من سنة غالباً ما تستقبل ويندي وستيفان زواراً إنهما يستمتعان بذلك ولكن الزوار يدخنون لا يرغب ستيفان ويندي أن يدخن أي أحد بالقرب من سنة ولهذا يطلبان النصيحة من الأصدقاء والعائلة ووضع قاعدة معاً لا يمكن لأي أحد أن يدخن في المنزل أو في السيارة ابتدائياً وجدت ويندي ذلك صعباً أن تخبر الأصدقاء والعائلة عن القاعدة ولهذا غالباً ما يخبرهم ويندي وستيفان معاً يشرحان أنهما وضعا قاعدة كل واحد الآن يعلم أنه من غير المسموح له أن يدخن بالقرب من ويندي وستيفان وسنة فهما فخورين تشعر ويندي الآن أنها على ما يرام بما أنها أقلعت عن التدخين يمكنها أن تتنفس بطريقة أحسن بكثير يمكنها أن تشم بطريقة أفضل وتتذوق أكثر ولديها طاقة أكثر وتبدو في شكل أفضل ويندي في حاجة أن تتعود على أن تكون أماً إنها مهمة تشغل كثيراً ولديها القليل من الوقت لنفسها ولهذا تصاب ويندي بالتوتر في بعض الأحيان هذا يجعل من الصعب بالنسبة لها أن لا تدخن تذهب ويندي إلى عيادة التشخيص هي تتساءل هل يمكنني الحديث عن البقاء بعيداً عن التدخين هنا؟ هل يعتقدون بأنني أم صالحة؟ أود أن أكون أماً صالحة وأن لا أعود إلى التدخين مجدداً أنا في حاجة إلى المساعدة لأنه لا يمكنني أن أفعل ذلك لوحدي أخبرت ويندي كارين من عيادة التشخيص أنها ترغب في البقاء بعيداً عن التدخين وأحياناً تجد أنه من الصعب أن تكون أماً تقول كارين بطلب المساعدة فإنك تعتنين جيداً بنفسك وبرضيعك إنه من العادي أن تجد ذلك صعباً في بعض الأحيان إنه من المهم أن تجدي وقتاً لنفسك ماذا تحبين أن تفعليه؟ ما الذي يشعرك بالراحة؟ ويندي مع أمها ستيفن وكارين يضعون خطة يفكرون في الأشياء التي تبقي ويندي بعيدة عن التدخين والتي يمكنها أن تفعلها عندما تكون متوترة تكتب ويندي الأشياء التي توترها والحل الذي تتحصل عليه ترغب أمها في مربية في الكثير من الأحيان هذا يريح ويندي اليوم ستفعل ويندي ذلك ويساعدها ستيفن النقاش مع شخص آخر مثل كارين أو الطبيب العام يمكنهما المساعدة أيضاً يرغبان في مساعدة ويندي على البقاء بعيداً عن التدخين ما الذي أنت في الحاجة إليه للبقاء بعيداً عن التدخين؟ ومن في استطاعته دعمك؟ إن المواد المذرة والمتواجدة في التدخين لا يمكن التخلص منها عن طريق فتح النافدة غلق باب غرفة الجلوس بخي معطر الجو التدخين في غرفة مختلفة تشغيل غطاء شفط الهواء في المطبخ بخ مزيل عرق أو فرش أسنانك هل هناك تدخين في المنزل أو السيارة؟ تبقى المواد المذرة مثل نيكوتين والقطران في بيتك أو في السيارة حتى ونختفى الدخان فعلاً وتبقى هذه المواد المذرة أيضاً في ملابسك عندما تدخن أو عندما يدخن شخص ما بالقرب منك احمي طفلك ونفسك عن طريق الامتناع عن التدخين الحفاظ على أن يبقى المنزل والسيارة بعيدين عن التدخين ترجمة نانسي قنقر